الحقينا يا دكتور شيرين الحقينا صفحة وقبل كيش مش حرمينك من حاجة النهاردة وبيكتبوا المعاصفات ويدخلوا يتجوزوا ايه رأيك اصلا في فكرة انه يبقى فيه جواز بطريقة حديثة بالشكل ده والله انا ليه تحفظات كتير جد يعني كتير على الموضوع لاني قريدي جولي ناس بصدمات من مواقع جوازي بس مش من الصفحة بتاعت حضرتك ما تقلق استشاري نفسي على فكرة ضروري هيجي لها مشاكل اه طبعا ما هو انا يعني يعني دي شغلنتنا يعني فانا قريدي جولي ناس بصدمات بسبب ان هم اتفجأوا بمعلومات صادمة عن الشخصيات اللي قعد وقت يكلموهم واكتشفوا انها ليها يعني تفاصيل غير لائقة ما كانش لو عارفها هيوافق ان هو يرتبط بيها يعني وكان الموضوع ما وصلش للجواز لكن كان واصل انهما كانوا داخلين على كاتب كتاب يعني فالريدي فيه ناس يعني اكتشفت عنه حاجات هم خبيها لا ده يعني اللي جالي اغلبهم على فكرة شباب شباب هم المصدومين لاني احنا خلينا برضو نقول ان نسبة البنات اللي بتدخل على مواقع الزواج اقل من نسبة الشباب الشباب عندهم الجرأة بمعنى ايه ان هو بيدخل على المواقع دي لانه مش هيخسر حاجة على فكرة ده شبه في الاخر لكن البروبلم بتبقى امتى لما تكون الفتاة بتدخل على موقع زي ده ده محتاج نوعية فتاة عندها نوع مجرأة شوية انها تعرض او تستعرض معلومات عنها على مواقع زي دي بحيث ان هي تعرض نفسها ان هي بتدور على العريس يعني فكرة انها تعرض نفسها على موقع زواج دي فكرة محتاجة فتاة بمواصفات شخصية معينة طب انا بس عندي تحفظ بينك وصين على كلمة تعرض نفسها لسبب مقدرش احكم على كل ظروف الناس والدنيا علمتني انه لازم دايما نقول بعض او معظم ماقولش كل ممكن يكون اسرة حابة في بعض الاسر بتتجنن عشان منتها تتجوز فتدخل وتستخدم أبليكيشن عشان انا عايز اجوز بنتي وشايف ان ده طريقة ولكن هنتكلم انه ممكن يكون فيه نوع تعرض معلومات عنها معلومات عنها او يعني انا اقصد انها مش تعرض نفسها يعني اي اي انا عشان كده بصل انا اقصد تعرض معلومات عنها على موقع زواج ده محتاج فتاة بكلش بثقافة بثقافة أسرة الأول بثقافة منفتحة لحد ما وفتاة بثقافة منفتحة علشان تبقى عندها فكرة ان انا هحط معلومات عندي عني عن شخصية عني على الانترنت علشان اقابل حد مناسب له وحريك قلت ان الشاب بيكون عنده خيارات اكبر والشاب في مجتمعنا وانه يروح يخطب انا مقدرش اروح اخطب هو يخطب يخلي شاب يدخل يدور على بنتي يتجوزها في موقع او في application وبعدين يحصل له صلمة نفسية ويجيلك بعض الناس او معظمهم قالوا لك ايه؟ ليه دخلوا دوروا في الحتة دي؟ اشتركوا في القناة